اشتركوا في القناة عن بيت وأطفال ده اللي هنعرفه النهار ده من دفتنا اللي منورانا في الستوديو دكتور سارة الشكنقيري استشاري الطب النفسي صباح الورد على حركة دكتور لو نعرف من حضرتك كده ايه هي صفات الطفل المنقذ اللي دايما حاسس ان هو سوبر هيرو اللي هو دايما عايز يساعد الحواليه ينقذ اللي حواليه بشكل كبير يعني تمام هو خلينا الاول نتكلم على ايه هي معصفات العيلة اللي المفروض تكون عيلة صحية للأطفال عشان يكبروا فيها ويبقوا عارفين دورهم مزبوط الأمثل ايه الأمثل المفروض انه الأدوار في العيلة بتبقى مقسمة بين البارنتز أو الكبار الأب والأم وبين الأطفال الدور بتاع الرعاية والحماية والنورترينج أو يعني ان احنا ناخد بالنا ده المفروض دور الأهل الكبار الأب والأم وجود الأب والأم في الدور ده بيدي احساس بالأمان للأولاد وبيخليهم كل واحد يركز على تطوره هو الشخصي وازاي يكبر وازاي يبقى انسان عارف هو عايز ايه وعارف حقوقه وعارف برضو واجباته لانه في مرحلة ما من الحياة طبيعي انه بيبتدي الأولاد دول ياخدوا بعض المسؤوليات ياخدوا بعض المسؤوليات عن نفسهم ويتشاركوا في مسؤوليات لها علاقة بالبيت لكن من غير ما يكونوا هم اللي شايلين مسؤوليات البيت الفخ ده هو بالضبط زي ما بتقولي كده هو مش صح ومش المفروض ومش فارح حتى يعني مش من العدل ان احنا نشيل حد من الأطفال مسؤولية اخواته المفروض مسؤولية الأولاد كلهم هي مسؤولية الأب والأم وهم اللي يبقوا أيمين بهذا الدور ساعات كتير بيحصل انه لإما لغياب حد من الأب أو الأم لإما لغيابهم هما الاتنين فيه أولئة أمور بيليك عشان أنا أنا عايزة يكون بيتحمل المسؤولية وهي حبة الفكرة ما هي الفكرة بقى ان هو محتاج ان هو يكبر كفاية عشان يعرف يتحمل المسؤولية وبعدين المفروض انه يتحمل مسؤولية نفسه الأول ذن يعرف يتحمل المسؤولية الآخر لما يبقى في عمر وفي مرحلة تطورية تأهل ولده وده لما يبقى هو شخصيا بارنت بقى في حياته هو لكن لما من هو صغير قوي يشيل عني مسؤولية رعاية أولادي هو كده مخدش فرصته في انه هو شخصيا يتطور كفاية أو يبقى طفل يعيش طفولته بالزبط ما محتاج يعيش طفولته وبعدين محتاج يعيش مراهقته وبعدين محتاج يكون شخصيته عشان يبقى قادر على انه يرعى الآخرين لكن لما بنشايله المسؤولية دي من بدري جدا ده في الحقيقة بيعمل لخبطة في الأدوار بيبتدي التفل ده يتخيل انه مسؤول عن كل الحوالي بما فيهم ساعات الأب والأم يعني ساعات بنلاقي تفل أو الإبنة مثلا الكبير أو البنت أو كده شايلة مسؤولية باباها أو شايلة مسؤولية مامتها كأنها هي البارنت بتاعتهم مش هما البارنت بتاعنا طب احنا يعني لو قلنا ان احنا عايزين ابننا يطلع إلى حد ما مسؤول يعني طفل مسؤول إلى حد ما مش ماشي كده معتمد علينا 100% ايه المهام اللي ممكن نديهاله في سن صغير بحيث تخليه مسؤول وفي نفس الوقت عايش طفولته وطفل سليم محتاجين نبتدي بالمهام اللي علاقة به هو يعني هو مثلا يبقى يبتدي يتعلم ازاي ياخد باله من الحاجات مسؤولياته بالضبط الدراسية مسؤولياته في المدرسة ازاي لما يلعب يشيل لعبه يعني حاجات بتاعته هو الأول وبعدين ممكن يكون في بعض المسؤوليات المشتركة كفا ملي كلنا مع بعض عايشين في البيت ده فحد مثلا بيطلع الكياس بتاعت السوبرماركت حد مش عارفه بيفضي ايه يعني ده بقى مسؤوليات متوزعة مش مسؤولية على عاطقه وإنما شيرينج أو مشاركة مع العيلة طب حيث ذكرت حاجة دلوقتي مريبة جدا قلت إن فيه أطفال بيبقوا شايلين أهليهم أو مراهقين شايلين أهليهم وعكسين الأدوار فقللنا إيه الدرر اللي بينعكس على المراهق أو الطفل لو تحط في الخينة دي إنه هو اللي شايل أهله ومش هما اللي شايل أو هو اللي متحمل مسؤوليتهم زي ما حيك قلت دي حاجة أولا بتضرب إحساسه بالأمان لأنه الإنسان عشان يكبر حاسس بالأمان محتاج في سنينه الأولانية إنه يبقى حاسس إن فيه كارجيفر في حد بياخد باله منه فلما بيحس إنه مفيش الحد ده ويبقى مضطر هو اللي يقوم بالدور ده وهو لسه صغير بيفضل بقية حياته حاسس بعدم أمان حاسس إنه لازم يبقى على طول إن كنترول مش عارف يسق أوي في جودة العلاقات الإنسانية بينه وبين الآخرين ده بيأثر بعد كده على علاقاته بقى سواء مع البورتنر بتاعه لما يتجوز سواء حتى في علاقاته مع أصدقائه ما بيعرفش فكرة الريسيبراسيسي أو هات وخود أو إن إحنا ويشار هو بيبقى دايما متحمل إنه هو مسؤول عن الآخرين وساعات كتير بيبقى ناسي إنه هو مسؤول عن نفسه بالمقام الأول فدي حاجة يعني بتلخبط في مفاهيم الإنسان بعد كده في حياته وفي ممارساته وفي علاقاته وبتسبب له مشاكل كتير طيب إحنا مثلا هل في علامات تقولنا إنه لا الطفل ده فعلا أصبح طفل منقذ وبقى الموضوع دار عليه جدا مثلا إيه العلامات إنه أنا أحسها إنه لا أنا جيت عليه مثلا أو خليته بزيادة مسؤول بزيادة ما بقاش عايش طفلته صح العلامات محتاجة تكون الأول أنا بعمل معاه إيه يعني هل أنا بشيله مسؤوليتي يعني مثلا ساعات كتير بنشوف أهالي أنا بشيل للطفل مسؤولية إنه هو يجيب لي حقه من بابا بص باباك بيعمل فيه إيه بص مش عشفقية لازم تقوله ما تعملش كده في مامي لازم مش فأنا منفعش أبدا أشيل ابني مسؤوليتي أنا اللي مسؤول عنه مش هو المسؤول عني أنا اللي عرف يا دكتور إنه حتى لو الأم مستائة مثلا أو بتعيت أو منهارة نفسيا أي درجة هي فيها المفروض إن الأطفال ما يحسوش بداء بتاء تماما حتى لو يحسوا لأن ده هيشيله بزبط بس حتى لو هيحسوا بطبيعة الحل إن إحنا بني قدمين وبيظهر علينا مهم إنه هو يحس إنه حتى لو والدي أو والدتي عندهم مشاكل ومستائين هم بيتعاملوا مع هذه المشاكل ومش بيشيلوها لي مش بيقولولي ولا بيقولولي أنت مسؤول عن حلها ولا بيقولولي إن مشاكلهم بسببي إنه أنا مستحملة عشان خطركوا وده كله علشانكوا فأطلع حاسس بالزنب وحاسس إن أنا كأني مدين لأهلي إنه هما تدروا بسببي فدي حاجة تاني حاجة بقى ودي اللي برضو مهمة وخطيرة جدا إنه لما بشايل حد من الأولاد مسؤولية المنقذ أو مسؤولية إنه ياخد باله من إخواته التانين وكده أنا كده بحرم كمان الإخوات التانين من التطور الطبيعي فبيطلع الإخوات التانين عندهم درجة من درجات الاعتمادية فبيفضلوا صغيرين كنت لسه عايزة أقول حريك كده يعني إحنا عندنا على الصعيد الآخر بقى الشخص اللي هو ما تحملش المسؤولية تماما وعتمد على حد تاني فبقى اعتمادي بحث فده بيطلع شخصية عاملة إزاي بيكبر إزاي بيأثر على حواليه كمان إزاي هو ما أخدش فرصته في إنه هو يطور شخصيته هو المستقلة ويعتمد على قدراته هو فبيبقى دايما عنده شك في قدرته على تحمل المسؤولية وفي قدرته على إنه يحل مشاكله وعلى طول مستني حد يجي يحلله مشاكله ومستني حد يقوله يعمل إيه ومتداري دايما في دل حد تاني فدي برضو بتأثر عليه في علاقاته بعد كده وكيفية إدارته لحياته وقدرته على تحمل المسؤولية وإن هو يبقى رب أسرة فيما بعد يعني إحنا صفات شريك الحياة مثلا الاعتمادي بيبقى إنه دايما مش عايز يقوم بأي دور عايز يعني بيلا مسؤولية بيبقى عنده صعوبة في اتخاذ القرار صعوبة في المواجهة صعوبة في إنه يعرف هو عايز إيه ومش عايز إيه خوف رهيب من الخطأ لإنه حاسس إنه مش حيعرف يهند تبعات هذا الخطأ فبيبقى خايف متردد مستني دايما حد يقوله يعمل إيه دور المنقص برضو لو خد كافة واحدة في العلاقة بما إننا ذكرنا موضوع العلاقات ده العلاقات السوية بتقوم على المسواة أو المعاملة بالمثل يمكن ناس كتيرة تقول لا يعني إيه معاملة بالمثل الدنيا ما بتمشيش كده بس هي دي الحقيقة يعني دايما نقول العلاقات إيه لازم الحاجة تروح ترجع تاني لو أنا قديت الكلمة حلوة راحت ما راجعتش فالعلاقة راحت معها وما راجعتش وهكذا بقى على المشار الكبير شكل ما من التوازن يعني هي مش بتبقى محسوبة بالورع والقلم قوي لكن مهم جدا في العلاقة الصحية إن هي تكون فيها توازن بين الأخذ والعطاء ما يبقاش حد واحد بيلعب دور المنقص على طول بلزبط ده أنا ينقذني مرة أنا أنقذه مرة الكفة لازم تكون بتميل هنا شوية وتميل هنا شوية لازم نبقى بالانسة طول الوقت فده أكيد هيأثر على الطفل والمراهج فيطلع علاقاته حتى في المستقبل غير سوية بالمر بالزبط كده ومهم جدا إنه أي طفل بقى سواء الكبير اللي بيوم بدور المنقص أو الصغير اللي بيطلع ديبندنت أو اعتمادي أو كده هو الأطفال كلهم محتاجين يفهموا إنه مفيش سوبر هيروز ومش مطلوب منهم إنهم يبقوا سوبر هيروز هما بني قدمين زيهم زي بابا ومما اللي هما برضو بني قدمين واللي هما بيجربوا وبيخطئوا في أوقات وبيصيبوا في أوقات ولما بيخطئوا بيعرفوا يهندلوا الخطأ ده ويتعلموا منه ويجبروا ويتخطوه إزاي فنبقى بنيديهم نموذج صحي للحياة نوصل لهم ده إزاي يا دكتور من غير ما نقلل من قيمة الأب والأم لإن كل طفل بيبقى ليه أبوه وأمه ليه قيمة كده فعنيهم حاسس إنه أبوه ده سوبر هيرو مامته ده سوبر هيرو كلام ده كله فإزاي توصلي للولاد أو توصلي لابنك أنا مش سوبر هيرو أنا ماني قدمة وبغلط وبضعف والكلام ده كله وفي نفس الوقت تفضلي قدوته وما تتهزيش في عينيه كل ما أنا كنت متقبلة إنسانيتي وكل ما أنا كنت متقبلة أخطائي وعارفة تعامل معها إزاي كل ما ده في حد ذاته بقى رول مادر لأولادي إنه ماما عملت قرار خطأ مثلا أو تصرفت في الوقت ده مش بقى حسن طريقة ممكنة أو اختارت اختيار خطأ وعارفة تتعامل مع ده وعارفة تشيل مسؤولية ده وعارفة تتخطأ وعارفة تهندل حياتها بعد كده إزاي مش إن إحنا أول ما بنغلط أو بيحصل أي مشكلة أو تربلنس وحياتنا بننهار والدنيا سودت يعني كل ما كنت أنا عارفة أقبل بإنسانيتي وبمحدوديتي وبإنه مش كرسة ولا هي آخر الدنيا أعلمتني إنسانيتي ومحدوديتي دي جدا بالضبط لإنه المشكلة إنه إحنا ساعد بنشايل نفسنا لود بينعكس بعد كده على علاقاتنا بأولادنا زي إن أنا طول الوقت عايز أبقى الأم المثالية البرفكت مارس اللي ما بتغلطش اللي ما بتنساش اللي ما بتقصرش إيه 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 فده بيشيلني أنا رود فوضيع مش إنساني مش طبيعي وفي نفس الوقت بينعكس على إن أنا على طول متوترة وعلى طول متعصبة وعلى طول مستنية برضو من أولادي زي ما أنا بيرفكت بلازم أنتو تبقوا بيرفكت أنتو كمان طب إحنا في النهاية عايزين نصيحة كده لكل أب و أم بيشوفونا دلوقتي إزاي يطلعوا أولادهم أسوياء شخصيات كده سوية وشخصيات متزنة أوكي أول حاجة خالص مهم إن أنا أشتغل على نفسي كل ما كنت أنا متزنة وأسوية كل ما ده بيعني عكس على أولادي لوحده من غير ما أنا أعمل حاجة يعني يعني فكرة إن أنا قاعد أضحي وأبقى تعبانة في حياتي وشقيانة وغلبانة وبشتكي طول الوقت وأصل أنا كده بضحي عشان أولادي يبقوا كويسين دي فكرة مغلوطة تماما لأن دي حاجة بتأثر جدا على نفسية الأولاد بالصل فأول حاجة محتاجة أعملها إن أنا أبقى كويسة إن أنا أبقى كويسة أهتم بصحتي وأهتم بصحتي النفسية وأهتم بعلاقاتي وأبقى بالانست وأبقى زي ما بنقو يعني زي ما لسه كنت بقول لكم أنا أدرة أتعامل مع أخطائي ومع إنساني يعني أنا شخصيا الرؤون مادر للنفس والأولادي يبقوا شبههم تمام فدي أول حاجة تاني حاجة إنه في بيزيكس كده مهم إنها تتوافر عند الأولاد عشان هما يقدروا يبقوا حاسين بأمان كافي إن هما يكبروا زي إنه أكون موجودة متواجدة في حياتهم مش مش مختفية تماما وفي نفس الوقت مش قعدة فوق دماغهم طول الوقت كنترولينج بقولهم لازم يعملوا إيه وما يعملوش إيه في كل صغيرة وكبيرة يعني أكون متواجدة وبديهم الدعم والسابورت ووقفة كده في الباك جراوند شوية وسايباهم يعني يعني زي في مرحلة التطور الأولاني خالص لما يبتدوا مثلا يروحوا النادي يلعبوا أو في الكيدز آريا أو مع الأطفال بتسوبرفايز من بعيد بتتفرج من بعيد وسايبا الطفل يروح يلعب يتعرف على أولاد تامين ممكن أبتدي يديروا مهام صغيرة زي إنه هو يروح يجيب لنفسه حاجة من عند الكوشكل قدامي في الجنينة يعني واحدة واحدة أسيب وهو يعمل حاجات بيخلي الطفل ما يبقاش شخصية اعتمادية يعني أنا في نفس الوقت أنا عايزة ربيه إن هو يكون سوي وما يلعبش دور المنقذ وما حملوش مسؤوليات فوق تقطوا بس في نفس الوقت أنا مش عايزة إبني يكون شخصية اعتمادية أو انتكالية بزر ويصدر طاقة سلبية للي حواليه بزر فقال لنا إزاي نحافظ على الولد من إنه يقع في إنه يكون شخص اعتمادي هي الفكرة كلها في إنه أنا أبقى بديله مساحة إنه هو يروح يعمل حاجات وفي نفس الوقت هو حاسس بأمان إنه في حد بيدعمه وموجود في الباكراوند في المرحلة الأولانية دي مهمة جدا فأنا موجودة بس أنت حتعرف تتصرف في الموقف ده بس هو عارف إنه لو تزنق أو عنده مشكلة حيعرف يلف ورا كده يلاقيني موجودة أوكي فالتواجد لكن من غير سيطارة ده حاجة تاني حاجة إني أبتدي أنا أعمل أعوده إنه فيه سيستم وإنه فيه مسؤوليات في الحياة وإنه فيه حاجات هو بيعرف يعملها لنفسه بالدعم وبالجايدنس من غير ناقد كتير لأن الناقد الكتير بيخلي الواحد يأما لما يكبر يبقى كونكولين جدا وكريتكل جدا على نفسه يأما يبقى اعتمادي لأنه خايف يغلط فهو ممكن يجيب الحاجتين فأنا بدل الكريتسيزم الكتير أو النقد الكتير مهم إن أنا لما أشوفه بيعمل حاجة مثلا وهي مش أحسن حاجة أو مثلا جاي حط حاجة فحطها غلط أو كده أعود أتكلم معاه فهو شايف إيه إحنا إزاي ممكن نصلح الحكاية دي طب يلا صلحها حنعمل إيه يعني ندي جايدنس زي المدرب مثلا في فريق الكورة كده هو مش بينزل يلعبروهم كورة بدلهم بس بيقول لهم على الخطة أديله الخطة وسيبه هو ينفزها ويجيلي بالفيدباك بقى هو عمل إيه طب إيه اللي كان صح طب نصلح ده إزاي المرة الجاية فالطريقة دي بعد شوية بتديله هو الرفرنس اللي هو يمشي بقى بيه في حياته بعد كده خلينا نقول أن التربية دلوقتي مش سهلة أبدا 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 في ظل كمان التكنولوجي والعصر اللي احنا فيه وعصر السرعة والكلام ده كله محتاجين طول الوقت نروح لخبرة زي حضرتك محتاجين طول الوقت نقرأ أكتر إزاي نربي ولدنا وانطلحهم أسوياء نفسيا بنشكرك شكرا جزيلا دكتورة سارة الشقنكيري استشاري الطب النفسي نورتينا النهار ده وصباحك صباح الورد صباح الورد صباح الياسمين عليك يا ياسمين صباح الفل عليك يا سنوة صباح الفل والياسمين على مشاهدينا في كل مكان خلصت حلقتنا بس يومنا لسه مخلص واستنونا بكرة في حلقة جديدة من صباح الورد